موسيقى لم يفلح تصعيد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران بسيل في فتح ثغرة في الجدار الرئاسي القائم بينه وبين حزب الله المتوسط المتمسك حتى الساعة بترشيح سليمين فرنجية وسط حراك مكوكي للاشتراكي لإقناع الحزب بأسماء أخرى وسطية لا تزعج أحد إلا أن الحزب باع ورقة عدم المشاركة في جلسات الحكومة للتيار الوطني الحر كجائزة ترضية كل هذا وتبقى المعارضة متمسكة حتى الساعة بخيارين الأول ترشيح ميشيل معوض للرئاسة والثاني الحفاظ على المحقق العدلي طارق البطار معيشيا يرزح البلد تحت وابل من الإضربات تشلت كل القطاعات وسط عجز حكومة الرئيس ميقاطي على المعالجة ولكن بارقة أمل لاحت في الأفق في دخول قطر كونسورتيوم التنقيب عن الغاز في بحر لبنان كل هذه الملفات وسواها نناقشها مع الكاتب والمحلل السياسي الصحفي الزميل داود رمال أهلا وسهلا فيك داود بهذه الحلقة من ماشات المسا صاروا ينتروك المستمعين صاروا ينتروك المشاهدين طبعا يعني مجهودة بسان هي إزاعة صوت لبنان تحديدا هاي الإزاعة الكل يبينتظرها وأنا بكل مشاور اللي بعيدة ما بحط إزاعة الصوت لبنان الأشرفية طبعا عندك ساقة فينا ونحن عالنا ساقة فيك كمان يعني هي مدرسة مدرسة نحن أنا أيام الصحافة بالتسعين كنا نسمع نشارات الأخبار تعيد صوت لبنان حتى نتعلم كيفية عادية نشارات الأخبار يعني تسلم بتحكي بأصلك يمكن انت الوحيد لليوم الفراغ منسبك لأنه الفراغ عم بيخليك جول على المرجعيات السياسية عم يكون عندك لقاءات أخرى مع أصدقاء مع يمكن صحفيين مع سياسيين مع سفراء مع ديبلوماسيين تاكرميلكم بجعبتك معلومات قاقمة ودقيقة عن ما نعيشه اليوم البارز دهود تصريح أو مؤتمر صحفي لرئيس التيار الوطني الحر نائب جبران بسيل الذي يعني يعني تحدث عن قائد الجيش العماد جوزيف عون بقصاوة لكي لا نقول بطريقة غير لائقة عندما تحدث عن الملايين بأنه يتصرف بالملايين ماذا كانوا يقصد هنا بالتحديد يعني التهمة التهمة بسئة الأماني نبلش بالعرض العام عمليا عمليا لقاء جمع بميرنة الشيلوحي رئيس سيار الوطن الحرج بران بسيل مع وفد حزب الله المتمثل بسناء حسين الخليل والحجوة في إصافة هذا اللقاء كان أشبه بطبخة بحص لم يصمر عن أي نتيجة حتى التمني لي يعني طلبوا وفد حزب الله من بسيل بأن تكون النقاشات وإدارة الخلافات ضمن الجدران المغلقة هذا التمني لم يلتزم به جبران بسيل لا اعتبار اللي هو مقتنع فيها واللي جمهوره يعني قيادته قيادة الطيار مقتنع فيها لبل أكثر من ذلك يعني الرئيس المعنوي للطيار الوطن الحر ميشيل عون أيضا هو مقتنع فيها بالتالي بالتالي المحاولة حزب الله من زيارة ميرنة الشيلوحي واللي كان إلى هدف أساسي رئيسي وأنا أعتقد وحيد هذه الهدف يعني هو نحكى أنه من ضمن زيارات روتينية ودورية كانت الزيارة مقصودة بهدف وحيد هذا الهدف يقول أنه نحن ورئيس باري عما نشتغل شغلنا لنأمن الـ 65 صوت لسليمان فرانجي إذا رحنا بهذا الخيار كل المطلوب منك أنه أنت ما تقوص يعني أنه خليها من ضمن اللعبة الدموقراطية أو ما تروح بالاتجاه المعاكس يعني خليك على حدة أنه يعني من ضمن اللعبة الدموقراطية عمليا يعني عم بيقولوا كانوا عم بيحاولوا عزل أو تحييت جبران باسيل عن الملف الرئاسي على قاعدة أنه إيصال سليمان فرانجي نحن بعدين من أمنك الحصة بالشراكة بالحكومة وغير الحكومة هو بأصل المبدأ يرفضه النايب جبران باسيل آه ما كان في ضمانات نسبة ضمانات لاحقة بلقاؤه مع الأمين العام لحزب الله بتبلش المعلومات تباعا تطلع 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 باللقاء مبلغ قال له حزوزك معدومة استفيد من فرصة سليمان فرانجي وردي وجيدي وإذا أنت مشيت معنا أنا أتعهد أنه يتعهد خطياً مش بس شفاهياً أنه أنت الرئيس المقبل بعد سليمان فرانجي وهذا الأمر بلزم فيه رئيس مجلس النواب نبيه أو من سيخلف رئيس مجلس النواب نبيه باري بعض طوله كل ذلك ما كان ما أنعه للوزير جبران باسيل بالتالي بالتالي نائب جبران باسيل مخطئ من يظن أنه لم يجي مراجعة ذاتي حول شو بس؟ حول هذه التجربة وتحديداً من الألفان وستة للألفان وستعاش ومن الألفان وستعاش للألفان وستعاش بلايه رئيس ميشيل عون وبدأ كأي الشخصي حسب معطياتي ومعلوماتي الأشد تصلباً يمكن هو هو لين شوية الأشد تصلباً ميشيل عون بمسألة أنه ما بقى في مزح بموضوع حزب الله خلص هذا الموضوع بالتالي كيف يعني ما بقى فيه؟ يعني رئيس عون بيعتبر أنه خلال ست سنوات كان فيه برنامج متفق عليه مع الطيقة مع حزب الله حزب وصل هو على رئاسي رجعوا لسيروتن الأديمة ما يقبل به نبي هبر نقبل به نحن أولوية الدم الشير وحفظ الدم الشير والوحدة الشيعية الشيعية بدك تقرأ زميلي مروان يعني الزواج الشرعي هو للرئيس بره وبالصداقة والمتعة والمتعة للطيارة خلينا أطلع من استدروع علينا يعني بها المعنى الأولوية للرئيس بره كانت مخطئ من يظن مروان وأنا بنحكي نفكي عن ريك على صوت عالي ونحنا مننا من حازين بس نطبقها استاذود بس نصوب الحوار بأنه وصول يعني وصول رئيس عون إلى سدة الرئيسة بهالدفع الأول من حزب الله كان بعكس إرادة الرئيس بره ولكن بعد الرئيسة صارت إرادة البره تضغيت مية بالمية يعني هيدا عين وهيدا عين ايه ما شيء ترى لا عين وحدة صارت ما في مجال بس توصل للمسألة الوحدة الشيعية الشيعية حزب الله بشوفه بعين وحدة ما بشوفه معين تانية محسومة هادي المسألة لو الملفات إلى طابع شو ما كان الملف شو ما كان الملف هي معروف هادي معروف وهنت بالطيار بيعرفوها وكل الخصومة حزب الله وحلفاء حزب الله بيعرفوها بدي دور على نقطة لحتى المشاهد والمستمع كمان ما كان النائب جبران باسي اللي يخرج بهذا المؤتمر الصحافي اللي فتح فيه جبهة على الكل بس خلينا نكفي نتيجة نميرنا الشالوحي بس ما هي اللي عمل لك ياه اوكي انه نميرنا الشالوحي طبخة بحث لم تسمر عن اي نتيجة وبالتالي هذا التشدد اللي مارسه جبران باسيل مع حسين الخليل كان كل ما يكون عم يحكي الجملة يقطشه بنصه يقول له ما تكمل عنها هاك يعني معناته فيه الامور واصلة مرحلة الخط اللي رجع مثل ما بين قال بس كمان من شئين المشاهد والمستمع مخطئ من يظن ان النائب جبران باسي يذهب الى هذا الصدام المفتوح بكل الاتجاهات بكل الاتجاهات طبعا مع تحييد بكركي لانه هناك رهان انه تلعب بكركي دور بيعادة جمع الاقطاب الموارنة من جديد ايه الوساطة بهذا اللي يعني وتحديدا جمع باسيل مع رئيس القوات اللبنانية سامير جعجال مع فرنجيه مستحيل مش وارد يعد هو لانه طلب وفد الحزب انه لما تعده بتتفهمه رافض حتى مجرد اللقاء مخطئ من يظن انه يذهب الى هادي فتح هذه الجبهات لو لا ان الوزير جبران باسيل وسع مروحة خياراته وتحديدا الخارجية وبالتالي لابد لابد انه استطاع من خلال حركة المعلنة وغير المعلنة حركة المحيطين بيه الموثوقين لديه المعلنة وغير المعلنة من ان يؤمن مظلة خارجية بعضها عربي وبعضها غربي هذه المضلة جبران باسيل بعضها عربي بعضها عربي قطري مثلا لا حتى تفاجئ من دوم ما تفوت لسعودي ما تستبعد ما تستبعد هذا حديث جديد اليوم لا 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 لانه لانه بعملية النقد الزاتية المراجعة الزاتية حسب معرفاتنا والخيار انه الابتعاد عن حزب الله بيبقى في حضن العربي تاني انه نحنا منتعاطى مع حزب الله حسب التحالف يعني تحالف سياسي حسب الملفات المطروحة بالانتخابات مصلحتنا نتحالف منتحالف بقضية بمجلس النواب منتحالف مثل ما هذا التحالف ممكن مع طرف اخر مش بس حسرا مع حزب الله ما هي شو القناعة اللي تولدت عندهم القناعة اللي تولدت انه نحنا عندنا هال تعرف نحنا اولاد ضيعة بيها المجمر في بيضات الدجاجة حطيناهن بمجمر واحد ما وزعناهن عقدة مجامر بالتالي كل البيضات جبران بيسيل حطهم بيسلت حزب الله فمن حيث يدري او لا يدري يتحول الى رهينة عند الحزب يعني بيعتبر جبران بيسيل يعني بيعتبر جبران بيسيل انه لا حليف لحزب الله على الساحة المسيحية غير التيار الوطني الهر هذا اللي بيعتبره ومن هالمنطلق كل المغانم اللي مفروض يخده من حلفه مع حزب الله لازم تكونوا للتيار الوطني الهر ان كان الحصة بالتعينات ان كان رئيس الجمهورية ان كان الحلف الانتخابي ان كان كل شيء والبقايا هامشيين يعني مثل المرادة او يعني او المسيحيين اللي بيدوروا بفلك الحزب يعتبرون هامشيين انا وياكم نعرف يا ماروان الركن المسيحي الاساسي الذي يبتكى عليه حزب الله هو الطيار الوطني الحر طبعاً والحلف الرئيسي المضلة الوطنية اللي امنت طيار الوطني الحر لحزب الله هيدي مضلة لم يحصل عليها حزب الله منذ نشأته الى الان وبالتالي يتعاطى حزب الله يتعاطى تحديداً جبران باسيل شخص جبران باسيل مع حزب الله تحديداً بعد انتهاء الولاية الرئيسية من موقع الندين الحزب الله يتمسك بسلامين فرنجية لانه بيقدر يأمله لخمسة وستين او لانه التزمعه بوعد من ايام الرئيس عون انه بعد الرئيس عون ستكون انت مرشح الى رئيس الجمهورية او لانه ما بيقدر يوصل جبران باسيل هاو لا بيقدر يوصل السلامين فرنجية هي مختلفة عن مقربة ملف ميشال عام بما كان معين هناك مظلومية وقعت على سيمان الفرنجية من حزب الله بهالدورة الأولى بهالدورة هلأ هلأ بأي معنى أنا بأكثر من أطلالة تلفزيونية قبل انتهاء ولاية رئيس عام قلتها على ما أذكر على محطتين تلفزيونيتين أساسيتين قلت إذا حزب الله يريد للاستحقاك الرئاسي أن ينجز من دون فراغ طويل منذ الآن يخرج السيد حسن صلى الله بكلمة عبر شاشة بمهرجين ويقول إن حزب الله في الاستحقاك الرئاسي تماما كما مارسه في حرب تموز الالفين وستة هو تولى العسكر وإدارة الملف السياسي للرئيس نبيه بني في الاستحقاك الرئاسي حزب الله سيعتمد ذات معادلة ألفان وستة بالحرب مع إسرائيل هو لا علاقة له بالملف الرئاسي ما ينتجه رئيس نبيه بني نحن نقبل به كانت مشكي أكبر مع الطيام لأنه مجرد بيدل الحصار السياسي والاقتصادي والمالي والنقضي وضع حزب الله على إحد الإرهاب أي حدا قريب من حزب الله ينقذ الخليجيين مجرد ما حصلت الجلسة ما عارف جبران باسيل شو عامل كلنا منعترف أنه منه هين الزلمة منه داهية صحيح مجرد ما طرح على جبران باسيل اسم سليمان فرانجي غادر بعدها إلى باريس وعمل هذا اللقاء وهذا التسريب المقصود اللي قال إنه قال لي كذا وأنا أرفض كذا حرقوا لسليمان فرانجي مجرد ما يرشق حزب الله سليمان فرانجي حرقوا خليجيا وحرقوا غربيا وبالتالي لو أن حزب الله كان يريد الخير الرئاسي هو يريد الخير لسليمان فرانجي الخير الرئاسي لسليمان فرانجي لكان وضع ملف معركة المعركة الرئاسية لسليمان فرانجي كاملة بعهدة رئيس نبيه بارني وخليهو يتفاوض هو جبرا. طب ما يقوم به اليوم من تمسك بسلايمين فرنشيلي هو من بابل يعني. الى حين. الى حين. الى حين. عم بيقوموا بالواجب. ما خايدين المعركة. ما خايدين المعركة. وهلا حقلك لاش. حتى رئيس بارني. ما خايدين المعركة نفس معركة. ميشيل عون. ميشيل عون. وقت اللي طلع. مرشحنا لرئيس الجمهورية اسمه جنرال ميشيل عون نقطة على السطر. تذكرها. بسم الله عليهم كلهم. حتى القوات اللبنانية عملوا له معركة لمشيل عون يعني. والرئيس الحريري. وواليد جنبلاط. وهزب الله. ما دال في حدا. دال في الكتائب بس ما انتخبوا الرئيس عون بوقتها. وبالتالي. مزبوط. وبالتالي. وبالتالي. عمليا ما راحوا بهذا التبني. اللافت واللي ما حدا حكي عنا بوسائل الاعلام. ما اعلنه المعاون السياسي اللي رئيس نبيه بارني. النائب علي حسن خليل. وقت اللي قال نحن ذاهبون لانتخاب سليمان فرانجي بالخمس وستين سعود. يعني شو عم بيقلهم للكتلتين المساحيتين الأساسية. نحن بيقلهم انتبهوا ما تأمنوا النصاب لانو اذا أمنتوا النصاب جميعكم سليمان فرانجي. هذي تؤذي سليمان فرانجي ولا تخدمه. وهذا يدلل ان الاشارات الخارجية التي وصلت الى المفاتيح السياسية في لبنان. وعلى رأس هذه المفاتيح السياسية شخصين. الاول نبيه باري والثاني وليد جون بلاط. هذه الاشارة تشي بان المرشح غير كل ما هو متداول عند الطبق السياسي وما تريده الطبق السياسي. وهذا ما دفع النائب الرئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد جون بلاط الى استعجال اللقاء مع حزب الله مجددا في كليمان سور بعد مجيء النائب ويل ابو فعور من السعودية. وصلوا اليوم الى بكركي أيضا. وارسال نجلو تايمور الى بكركي لأول مرة زميلة ماروان اللقاء الديمقراطي الحزب التقدم الاشتراكي. الذي لديه حساسية مع كل شي اسمه عسكر أول من يعلن أن المرشح المتقدم هو قائد الجيش الهيمات جوزيف عون من هون بتقرأ بتقرأ هذا الهجوم لباسيل على قائد الجيش وأنا أقرأ هذا الهجوم تعليه تصقف على قائد الطالما حسم أمرك خارجيا ونعمل الجولة اللي لتولوها لتولوها أكتر من سفير السفيرة الأمريكية السفيرة الفرنسية السفيرة الإلمانية تبه للإلمانية الجولات اللي هم يعملها على عدد لقت الإلماني مع حزب الله كمانا وعلى عدد كبير ربما يقال على كل الكوى السياسية والشخصيات النيابية طلعت الحصيل اللي عندن أنه يفوق الستة وثمانين صوت جوزيف عون بالتالي تعليت الصقف باعتقادي عم بيقل له جبران بيصير للعماد جوزيف عون تعه تفضل لأم تفاوض على المرحلة المقبل تعه تفضل تنتفاوض؟ على المرحلة المقبل تعليت الصقف لتحسين الشروب أصدق مش لإنعدين بس حتى يعني اليوم تعليت الصقف كمان إلا ضوابط معيني زميلنا ولكن اليوم الحديث عن المال يعني اليوم يسعى قائد الجيش جاهدة من ثلاث سنين منذ نشوق الأزمة يعني دهود يسعى قائد الجيش إلى تأمين الحد الأدنى للعسكريين والضباط والأفراد والطبابة العسكرية يعني عفوا على الكلمة عم بيبرم على عواصم العالم والدول الصديقة للبنان ومجموعة الدول الداعمة للبنان أنا مطلع هذا المنطلع يعني إذا بنقول الكلمة عايب عم بيشحد للجيش قائد الجيش اليوم هذه الخطيئة التي ارتكبها النائب جبران بيسيل هذه الخطيئة أنا تحدثت عنها سابقا عندما كان في أطلالي على أحد الشاشة لا أعرف إذا بتسمح لي أقول من هي الشاشة على تلفزيون المنار وسؤل عن مسألة الجيش وكانت كان رده الصاعق الذي أذهل حتى الطياريين عندما قال له شوان فيه جيش الكل بيعرف أنه الطيار الوطني الحر ولد من رحم الجيش طب نواته الأساسية العماد ميشيل يعني عسكر متفاعد قائد للجيش قائد للجيش بوقت الكل وقف ضده كان يتكأ على هذا الجيش فيه كل معاركي بالتالي بعدين انتقل لمرحلة يتهموا بأنه قائد الانقلاب موضوع قائد الانقلاب العديد واللوجستي في الجيش اللبناني تتأمن هي لحماية من؟ كل المجموعات كل المجموعات اللبنانية طبعا ما كان فيه قائد الجيش في 2017-2019 انه هو ينزل يقمع بالقوة في حالة غضب كان لابد من أن تعبر عن ذاتها هذه حالة الغضب ومش عقاعدة تعبر حتى لمصلحة هذه السياسيين لعمين عيون ومساكين دينايهم عن كل مصائب الناس لحتى يسمعوا انه شو المطلوب شعبيا ما هي كانت لخدمتهم أيضا انه هاوضي ينزل وعبهم حصل قطع طرقات حصل تجاوزات حصلت كتير من الأمور هذه تحصل في كل دول العالم في كل دول العالم في البرازيل مبارح فتو على البروان بعض من في السلطة الآن لبل كل من في السلطة الآن ارتكب الموبيقات صحي كانوا ميليشيات في الشارع ومارسوا ميليشيويا أصبح ميليشيات في السلطة والآن ميليشيات في السلطة فيما خص هذه المسألة هذه الخطيئة ارتكبها النائب جبران بيسيل باعتقادي يجب أن يعيد النظر فيها لأن الكثير من يعني أنصار الطيار الوطن الحر والمنتمين الطيار الوطن الحر هذه تصيبهم في الصميم لأن هذا الجيش هذا العمود الوحيد الباقي الذي يضلل الوطن الذي اسمه لبنان كل المؤسسات اتحللت اخرى ضرب القطاء وتشضية القضاء وتحويله إلى قضاء طائفي ومذهبي صارت واضحة فريق مع القاضي بيطار وفريق مع القاضي ويدات وفي حالة تشضي بالقضاء واستطاعت السياسة أن تدمر القضاء بعد فيه مؤسسة الجيش والجيش اللبناني يعني أوصوا على بموضوع قانون الدفاع الوطني طيب من وقت اللي تعين العميد موريس سليم وزيرا للدفاع ما هو ضابط متقاعدة صحيح وبيعرف كل تفاصيل الجيش وهيحكي عن هذا الموضوع وانت ضمين يعني حاجبي وقت اللي بينحكى عن الصندوق الخاص بالجيش شو الصندوق الخاص بالجيش؟ هو عائدات النواد العسكرية والمنشآت اللي بتطلع عموال الجيش بتفوت على الصندوق لا يوسرف كورش إلا بووصل ومالية الجيش تدون كل شاء مالية الجيش هدا الصندوق موجود من أيام علي عماد عون وقت اللي بينقاءات جيش كان مع أيام الرئيس لحوط كان أيام العماد لحوط أيام العماد الرئيس عون أيام جان أهواج علي عماد أهواج mpfenار سليمان أبر وبالشاه سليمان كما لاتهم كان موجود هذا الصندوق لاش التصويب على هذه القدرات إذا الجيش قدر أمين المؤسسات إذا الجيش عنده مؤسسات منتجة لحتى البحثة ستخابية منيجي نحن منقوص علىه بعدين النقطة الأهم طيب نحن مش عما نقول عما ندافع عن الحضور والدور الماروني في مؤسسات الدولة لمصلحة من استهداف هذا الموقع البني هللان ماروني هلمن وأعتقد أن البترك الرائع يعني سأل الوزير موريس سليم عن هالنقطة اللي عندك إنه قائد الجيش اللبناني هو صحيح يمارس إيمانه ببيته وبكنيسته ولكن هو قائد الجيش اللبناني طيب تهشيم هيدا الموقع ومحاولة من أيام الوزير اللي ياسبه صعب تعديل قانون الدفاع الوطني لوضع الجيش كليا تحت وصاية وزير الدفاع يعني تحت الوصاية السياسية يعني تبلش السياسي تلعب فيه الجيش الجيش منه جهاز هذا الجهاز الجيش يا ماروان منه جهاز أمني يدبع لهذا الزعيم أو لذاك الزعيم الجيش هو حامل لكل اللبنانيين أي لعب بهذه المعادلة بيفرط الجيش بيفرط البلد بلد والجيش هن اللي عم بيقوصوا على الجيش بيوصعوا لمرخل يعني هون بدنا نعطيهم الحقهم اليوم دهود حضرتك أيضا بهذه الإدارة العامة في لبنان وبتعرف كل الأضربات اللي عم بتصير من بعد يعني الأزمة الاقتصادية كل القطاعات اليوم التابعة للدولة اللبنانية القطاعات مشلولة بما فيها التعليم بما فيها التربية بما فيها الجامعة اللبنانية بما فيها العقارية بما فيها يعني هيئة إدارة السير بما فيها كل الوزارات والإدارات باستثناء هذا الجيش الذي استطاع وتسجل لقائد الجيش العماج جوسيف عون يعني الضغط يعني الذي مارسه من أجل الإبقاء على منقبية وقدرة هذا الجيش بالدفاع عن يعني الوطن والسلم الأهلي وتماسك هذه المؤسسة يعني من هالنقطة يعني ما فينا نفوت عليه بقصة يعني رئاسة الجمهورية ومعركة رئاسة الجمهورية تنضرب هالنقاط الحساسة مثل ما تفضلتها نحن فينا يعني في هجمه بمواقف قائد الجيش شو مواقفه السياسية من كل الملفات المطروحة على الساحة الداخلية إذا وصل إلى رئاسة الجمهورية ولكن بأداء الجيش اللبناني بأداء الأفضل المؤسسة العسكرية كما كل أجهزة الأمنية تخضع لمجلس الوزراء مجتمعاً بالتالي إذا فيه أي ملاحظة على أداء القيادة العسكرية أي قيادة عسكرية هايدي أو اللي قبلها أو اللي قبلها أو أي قيادة أمنية يأتي الوزير الوصاية ويطرح المسألة في مجلس الوزراء طالما أجبنا سيرت يعني وزير الدفاع وأكيد أنت يعني عندك علم صديقي وزير الدفاع وقالضي 8 و 9 سنين في القصي الجمهوري وبعرف عدا هو رجل متزن هل تعتقد لأنه ما حصل من يعني سوق تفاهم بينه وبين إيات الجيش لجبران بيصير أي تدخل فيها أو كانت مسألة يعني حصلت صدفة وصار فيها مثل ما بيقولوا تكبير راس ونكيات مروان ببداية العلاقة منذ تعيين لأنه أكد يمكن وزير الدفاع بعد التصريح أنه ما سمع لأحد نهائياً وأنه في بعض التحديد عن إنه قد يطلب من مجلس الوزراء تنحيد قائد الجيش إنه هو مقالة ولكن نقلت عن السابق صحيح ببداية العلاقة كنت العلاقة ممتازة جدا والتنصيق يومي وكنت إذا تتابع على وسائل الإعلام إذا مش قائد الجيش عند وزير الدفاع وزير الدفاع عند قائد الجيش بالعقصة بدي يكون صريحة نهو هادي الصراحة بتزوش هذا الأمر يزعج شخص اسمه ياسبو صعب اللي سميته أنا كبير المفاوضين اللبنانيين هذا كبير المفاوضين اللبنانيين على حساب الحقوق اللبنانية طبعا وهلأ يبدو متوسع بمجلس النواب كمان مادد يعني عنده كنوراته الاستثنائية التي يستغتب التي يستغتب طيفه محبب مثل الرئيس برسة ما بعرف الليش الله يوفي الله يوفي هالانسجام يعني بيفاوض مع التغييريين فيكن تناموا هون ما فيكن تناموا هون منضويلكن الضو منضفيدكن الضو يعني مثلا مارك ضو اللي هلأ موه بواشنطن ما صوتوا للياسبو صعب بنيابة مجلس النواب اكيد طبعا شو يعني معنو خلينا نكف ايه ببالتالي بالتالي وقت اللي اجه وقت اللي استلم وزارة الدفاع للياسبو صعب اول شغل حاول يعمل تعديل قانون الدفاع الوطني وادخال مواد وشطب مواد من شأنه ان تقيد قائد الجيش وبالتالي اي قرار بده ياخد الجيش مش بس مثلا التشكيلات العادية بيستر بده موافقة قائد وزارة الدفاع الوطني يعني عمليا تعطيل قدرات الجيش وهي دي منة موجودة بكل جيوش العالم بكل جيوش العالم صارت المواجهة الشهيرة قاد للأسف الوزير اللي اسبو صعب حملة تحريد واسعة للأسف أيضا الوزير جمهان بيسيل استمع له بهذه المسألة واقتنع منه أحد الوسطاء وقت اللي توترت العلاقة لدرجة غير مصفوقة أحد الوسطاء علمان انه قائد الجيش لم يخل لا بقسمه ولا بعلاقته الممتازة جدا مع رئيس الجمهورية ميشيلان كان الاحترامه شديد وأي حدا كان يزوره بالمرتب بس بدويف تحتمه عن الرئيس عن كان يسكته قائد الأعلى الكوات المسلحة يفهم الترابط بالهرامية بالهرامية حصل الغداء الشهير في قصب عبداء الذي جمع رئيس الجمهورية قائد الجيش جبران بيسيل والوسيط واحد خمس صار غسل لقلو وشرح صار فيه شرح لكل الأمور ودي المخابرات وبالتالي طلعت طلع جبران بيسيل أنه مقتل يا عمين احنا هذا وهم اللي عايشينه أنه 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 قائد الجيش ضدنا وعم يشتغل ضدنا وما إلى هنا وعم يشتغل للرئيسة وبالتالي مش بس هاك أنه هذا قائد الجيش ما فيكون إلا لكل اللبنانيين ما فيكون لجهة أو لحزب حتى قبل صيغة الطائف بصيغة الثلاثة قائد الجيش ما فيكون إلا لكل اللبنانيين صحيح والتنسيق اللي بيكان يصير كان يحيد حاله قائد الجيش عملياً يتولى رئيس الجمهورية وغير رئيس الجمهورية عند نجاح هذا الغداء أزعج هذا الغداء اليسبو صعب من جديد وبدأ تحريد مجدداً ويمتلك هو فريق طويل عريض على المستوى الإعلامي وغير الإعلامي وهذا الفريق الكل بيعرف أنه ممول وأعاد خربطت العلاقة بسوء العلاقة بين الوزير موريس سليم الآن الذي أجل وأحب وأحطر وأنا بعرفه شمين هو الوزير السليم وقائد الجيش من هلأ أبنلك زميل المجموان فتش عن إليس أبو صعب فتش عن المعلومات التي تصرب بصحفيات وصحفيين يعني عميد مدير مكتب أو داخل مكتب قائد الجيش اليوم هو مقرب جداً لإليس أبو صعب وما قدر شيره قائد الجيش بات الحلبي أعطك لا 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 ما أنه مقرب هو هو العميد حلبي هو اللي بي إذا في شيء مع السياسيين بيكلفوا قائد الجيش يكون يعني يتولى هذه المسألة وعلى أنت أدراً نحن نستطيع أن نتويته لا لا هذا كمان تحريط مش بمحلل قائد الجيش ما بده العميد حلبي ما كان خليه بمكتبه مدني ما طلع التقاعد لا يخليه عنده بمكتبه مدني لأنه يصرق به يعني فيه ثقة ويتكل عليه بملفات أساسية وفي كثير من الملفات اللي ما فيه ينشغل فيها قائد الجيش بيسلمها لمين؟ لمكتبه أخذ على قائد الجيش الشغلي أنه بموضوع القانون يعني قانون الدفاع الوطني يؤكد قانون الجيش بأن المؤسسات التابعة للوزارة الدفاع هي الجيش اللبناني المفاتشية العامة المدرية العامة لألإدارة وأيضاً لألهاو هنه ثلاث مؤسسات يعني منفصلين يعني قائد الجيش ما بيقدر يتصرف بالمفاتشية ومدرية العامة للإدارة مدرية العامة للإدارة على رأسها مدير عامة الإدارة صحيح المفاتشية العامة على رأسها مفتش عام يدبع لوزير الدفاع صحيح على رأس قائد قيادة الجيش مش مدير عامة الجيش قائد الجيش كيف حاكم مصر في لبنان ما فيموني على وزير المالية ولكن اليوم تعيينهم بناءً على اقتراح وزير الدفاع يتم تعينهم ولكن لقاء الجيش وفق القانون صلاحيات عملية صلاحيات عملية واسعة ما فيه إذا هو بالقلوية وبالأفواج وبنقل وبتشكيلات بكل شار دوار دي حسب مصلحة الجيش يتصرف وفي وزير الدفاع إلا ما كان يتفهم صحيح إذا بدك تروح الديرة حنبلية وتطبق بالقانون ما العرف الأعراف المعتمدة من 43 إلى هلأ عطت الصلاحية المطلقة لقائد الجيش إذا كسر هزا الأعراف اللو طابع سياسي حتى مسألة اللي اخترعوها بقصة وهذا الطابع سياسي فتش فيه على الياسبو صعب مش على جبران بسي على الياسبو صعب بالتحديد يعني كان ما هو حق وزير الدفاع عندما قال جبران بسي المتعطمع بالتالي حتى بموضوع الدباط ماركوان شو عمل شو عمل قائد الجيش فصل لم يكلف صلاحية الفصل لقائد الجيش يفصل هذا الضابط إلى هذا المكتب أو إلى هذا اللواء أو إلى هذا الفحوش وإذا كانت قائد وزير الدفاع يكلفه أو لا يكلفه حر يكلفه حر ما يكلفه طيب بقصة المديري العامي للإدارة الضابط اللي فصلوا قائد الجيش اللي هو منسق الحكومي بالاجتماع الثلاثي شحادي العميد شحادي فصلوا على المديري العامي للإدارة بناء على أي مواطن بناء على التعليمات والأوانين بالجيش هو الأعلى ردبة الأعلى ردبة بالموقع الذي يعود لهذه الطائفة اللي اسمه الطائفة الشعية طيب فصلوا قامت اللي إيامي وما قعدت لا أولة مبارحة ومبارحة عدم ضاله تقليفه وزير الدفاع طيب أنه شايف أنه الفصل مزبوط لا لا طيب لأنه وفي أصفة دقاله للياسبو الصعب قال له هذا بده يمشي مبارحة ممنوع تمنعه للوزير السليم يمضي تكليفه مضيه تكليفه ياسبو الصعب وفي أصفة وفي أصفة خدست يكفي وفي أصفة أو أحمد اللي بعلبك أحمد بعلبكي بيحكي شمعه وفي أصفة يكفي وفي أصفة يقل له للياسبو الصعب وقف لعب بهذا الملف هذا الأقل هذا الموقع للشيعة طيب بدناش خربطة فيه طيب الموقع الكاتوليكي والأرتدوكسي لا بده يتعطل ما عمل نفس الشي قائد الجيش جاب الأعلى رد بالأقدم بالأقدمية وفصلوا قال له هذا الأقدم لنحافظ على الموقع لا ما تعين ما هي يا بدك تحلى كان فيه حدا يدقق بالتفاصيل أكتر من نائب رئيس الحكوم السابق ميشيل المرع اللي يرحمه وقت اللي يتعين وزير الدفاع أيام أميل لحود حطوه قال لون شو جايبين أنا بيخبرني رئيس لحود ما بتعرف مبنى وزارة الدفاع ما كانش هالقدم كبر كان فيه قوتين وكذا قال لون شو جايبين عملتوني وزير الدفاع لتععدوني بهالعرزال إنه هاد عرزال أنا بدي يتدخل جيبولي كل بدي صلاحيات بدي صلاحيات جيبولي كل الملفات بعطلوا رئيس لحود مجموعة من الضباط قعدوا حوالاه فهموه بالتفاصيل قالوا له فيك تحمل هادا العبق قالوا لنا بتجيبولي الملف بمضيلكم هي أعلامياني هيك رجل الدولة بيعمل هيك رجل الدولة بعدين شغلة تانية بعدين شغلة تانية يخيي إذا حقوق طاقف الأرطدوكسية مهدورة بالنظام اللبناني جاي تحصلها من موقع قيادة الجيش رح حصلها من المواقع السياسية الأخرى آه يعني تشعبت المشاكل طبعا إنه نحنا صحيفي خلاف سياسي نحنا نحنا جايين ننزع ننزع طيب هلأ مسائبي وزير الدفاع الأرطدوكسي بكرة إجا شيعي سني درزي ما أنت شلحت الصلاحيات لقائد الجيش عساسية للأرطدوكس بطلت للأرطدوكس ما هيدي وزارة الوزير ما أنه ما فيه وزارات مخصوصة باستثناء يعني وزارة المالية وتمسك بها رئيس بيري بتعرف لا بعهد الرئيس عون لأنه بده بده توقيع اللي هو كان الأدات بالحرب القاضية على العهد أما ما فيه وزارة مخصوصة لأي طائفة طيب ما هذا بيتبدل أنت نزعت هذا الصلاحيات مثل ما هلأ فيه مشروع قانون مشاريع قوانين عم تقترح بمسألة معالجة الوضع المالي والمصري فيه لهي تنزع صلاحيات من حاكم مصري في لبنان إيه صحيح إذا عنكم مشكلة مع رياد سلامي ما كان فيه قبل إدمون نعيم ورح يجي حدا بعد رياد سلامي يمكن يكون مثل إدمون نعيم وأحسن طيب إنت عم تعطل هذه المواقع لمصلحة من هكذا يتم الحفاظ على المواقع المسيحية والمارونية بالدولة وتحديدا المارونية لا مش هكا يجب الانتباه الاستحقاق الرئاسي محطة أما الشراكي التي يحكي عنا هذه شراكي دائمة مكرسة بالدستور لا تنتزع هذه الشراكي بأنك انت تكون عما تقوص حالك بإجرك الهجوم على قائد الجيش بهذه الطريقة وعلى قيادة الجيش أيًا كان اسم قائد الجيش كمان يطلق النار على نفسه خاصة بهذا الزرق اليوم اللي عم بيمر في البلد دهود لننهي هذا المحور ويعني طبعا في الصباق الرئاسي التي نتحدث عنه الإشارات التي وصلت والتي تحدثت عنها واللي على السريع بلش يعني يطبق هل تنزل ببوادر يعني قريبة لعقد جلسات لرئاسة الجمهورية يعني يبدو الرئيس بره ما عم بيعلن هلأ عن أي جلسة مش لأنه يعني بموضوع عن كيات لأنه بدو يخلص من هالكبوز هذا كبوز رئاسة الجمهورية هل هناك يعني شيء قريب بتعتقد بمخص رئاسة الجمهورية لا بدي عملية انضاش لأنه أيضا في رأيين بيقول قريب يعني شهر شهرين إلى يعني أدار نسان هذا اللي عم نحكي عنه في رأيين يعني احتمال احتمال ولكن لأنه في مسعى لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية حاكم مصر في لبنان لأنه إذا رحنا إلى هذه المرحلة وفوقتنا حكي أكيد حيكون فيه عصورية إذا بده بده تذهب الحكومي للتجديد لحاكم مصر في لبنان وبالتالي والتلتان موجودين نحن راحين على معركة إلى أول ما إلى آخر أو إذا قال له نرياض سلامي أنه أنا خلاص معاش بده وحمل حاله واكتشف الحارس القضاء الذي سيعين لأنه معلوماتي أنه النائب الأول لحاكم مصر في لبنان سيقدم استقالته حتى لا يتحمل السناء الشيحي عبق الانهيار وصول الدولار إلى المليون لا سمح الله بالتالي إذا تعين حارس القضاء وملا لأش ولا دولار بمصر في لبنان شو بده يعمل هناك مسعى أنه يكون الانتخاب قبل تموز نهاية ولاية حاكم مصر في لبنان لعله مع الرئيس الجديد بعيد إنتاج يعني تركيب إدارة جديدة تتماشى مع توجهات العهد الجديد والحكومة العهد الجديد هو رئيس الجمهورية وحكومة وقوة سياسية وبالتالي شراكة حقيقية ما فيه حدا يضل قاعد على جنب ما فيه حدا يضل أنجح الحكومات اللي رفعت النمو في لبنان لـ 11% إذا بتذكر بعهد الرئيس ميشيل السليمان كان فيها شراكة من كل القوى السياسية كان كل الكتل النيابية ممثلة إذا بتذكر جديدة إذا بتذكرها شايدة بالتالي هناك مسعة لإنتاج هذه المسألة هلأ وليت جنبلاط طبعا بعت مفادين على السعودية اللي أرفته أنا حسب معلوماتي أنه النائب واقل أبو فعور بآخر السيارة على السعودية عندما سأل من تريدون كان الجواب اذهبوا وانتخبوا رئيس وانتوا بتعرفوا من لازم تنتخبه الرئيس ما قلوا له من بدك تنتخبه الرئيس بتعرفوا من لازم تنتخبه الرئيس بالتالي وليت جنبلاط عندما يتحرك وهذه أهمية وليت جنبلاط يا ماروان عطول أنا بحكي عنه المسألة عندما يتحرك يتحرك على قاعدة عدم تمديد الأزمة إنما فتح قوة لتخفيف هذا العصار الاقتصادي والسياسي عن لبنان إذا الخارج يريد رئيسا يطمئن له مش هيكون عميل للخارج يطمئن له وهذا الرئيس على علاقة مع كل القوى السياسية وعندما ينتخب بموقع رئاسة الجمهورية لن يمارس أحقاد كما يظن البعض وهذا الرئيس سيؤدي إلى عودة دول الخليج وعلى رأسها السعودية إلى لبنان للإستثمار وللعب دورة الأساسية على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي وهذا شيء أساسي أي بتروح على خيار رئيس تريده الممانعة ويمدد الأزمة ست سنين وينتهي لأنه مستقبل الكيان أو بتروح لخيار رئيسي بتروح بتعمل دين ساعتها على من يكون رئيس السؤال كمان هل سليمان فرنجيه هو يعني تمدد لأزمة عهد الرئيس ميشيل عون داود إذا أتى سليمان فرنجيه هو يعتبر مجرد مجرد مهيد المرضومية التي وقعت عليه وانت بتعرفي مجرد ما رشحه حزب الله هذا الرجل ما فيك إلا ما تحترمت لأنه عنده شخاموي عنده رجولي عنده فروصية السلامة داود يعني الإشارات التي يعني أرسلت بها إن كان السفارة السعودية في بيروت في مؤتمر الطائف الذي عقده في الأونسكو وكان سليمان فرنجيه ضيف شرف أعتقد كان هو يوجهت الدعوة لكل رؤسة الأحزاب والكتل النيابية حضر فرنجيه قاعد بالصف الأمامي لو يحضر جبان بنسيل كان قاعد بالصف الأمامي بس بعد ممثل عنه وحتى ممثل وأعتقد أنه قاعد بالصف كان قاعد بالصف الأمامي هادي ما حدا قاعدوا المحللي الممانعة يبنوا عليها ما تبني عليها هادي ما بينبن عليها وانتبه مرموان لحد ديت هلا الأمريكي مفاتح تمه بالرئاسي صحيح إنه فيه إشارات بتوصل للمفاتيح السياسية باللبنان ولكن وقت اللي بده يفتح تمه الأمريكي بموضوع الرئاسي معناها تفاديل إقليمي ركب هادا الديل الإقليمي إنه حزب الله رئاسي ما عاش فيها تكون لإلك أنت تصنع رئيس في لبنان حيكون إلك دور أساسي بصناعة رئيس الحكومي في لبنان باعتقادي هادا الديل طيب سؤال هل تعتقد بإقلاق سعودية ستبقى على هذا النهج بعدم الدفع يعني من تمون عليهم في لبنان أو من يعتبر أنها طائفة قريبة من السعودية بالسنة وبالنواب السنة إلى حراك معين يميل الدفع إلى الشمال أو إلى اليمين يعني اليوم الساحة السياسية شو السبب يا ماما شو السبب يا ماما ياب الرئيس الحريري شو نعمل في لحدا حدا من كل حلفائه لرئيس سعد الحريري المعلنين وغير المعلنين كل اللي عمل معاناة تسوير رئيسية من الطيار الوطن الحر لحزب الله للقوات لمين بدي أقل وقت اللي هيدا الزلمي إجا قال لهم أوكي أنا بدي إتعاطى من منطق الشراكة تعالى نتعاون شو عملوا في لسعد الحريري خلوه يحكم قبل ما يقدم السياءات ويحمل حاله ويفل شو طلب شو طلب منهم على سعد الحريري شو طلب يا ماما من حزب الله يعني بتصير من الرئيس يقاتي تجاههم يعني بيستاهل بيستاهلوا كوة الممانعة كلها مش طرف واحد وشو طلب منهم إن الرئيس الحريري قال لهم يا خي أنتوا مش عم تقولوا بتوصعوا فيه وتحبوا خلوني إيش طريق خلي أنا بدتي ركب حكومة ما تقولوا لي مين فيها خليهم طولي إياه خلوني أنا أكون مسؤول عن هذه الحكومة أمام البرلمان وفي الخارج خليني أطلعوا لها الأزمة لمرة واحدة ما رقولوا إياها ما كان صار فيه اللي صار ما عطيه إياها ما عطيه إياها بالنتيجة لاك يا مرمان السعودية تحديدا الحكم الجديد في السعودية بيطلع على المسار التاريخي في لبنان بيقول عما نحن عملنا كل شي وجغيرنا قطف صح ولا لا صحيح مين اللي قطف في لبنان الإيراني مدوش حداية كل شي عملنا طيب نحن بالحرب على اليمن الشتين من فج وغميء فينا ما لقينا حدا قدر يوقف على جراه ما قدرنا حدا قدر يوقف على جراه طبعا كان فيه مطالبات من المملكة السعودية للقيادات السنية بأن يقدموا على خطوات من منطلق وطني هذه القيادات رفضتوا على رأس رئيس الحريق أنا هبقل لك العودة السعودية إلى لبنان وإعادة ترتيب البيت السني طبعا بزعامة سعد الحريق إعادة ترتيب البيت السني يكون المفتاح الأساسي فيها انتخاب رئيس الجمهورية غير محسوب على طرف وتحديدا على محور الممنع والمقاومة إذا رحنا إلى هذا الخيار منبلش نقرأ مؤشرات عدا عنها كاميروان مؤشرات نهوض يعني عدا عنها طيب نحنا ليش منا نكون ملكيين أكتر من الملك؟ ليه منا نكون ملكيين أكتر من الملك؟ المنوق العنولية العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بوقت اللي تحدث بمؤتمر عمان مع شو اسمه مع رئيس الحكومة العراقية الجديد محمد شيئة السوداني أنه عم بيسعله الرئيس الحكومة العراقية أنه بعهد القاسمة كان فيه أن نحن عم ندير هذه اللقاءات بينكم والتفاوط بينكم وبين إيران قال له الأمير محمد بن سلمان نطلب منك الاستمرار بهذه المهمة عبد اللهيان بيقول أنه نحن مع السعودية لازال هناك قنوات تواصل بتراقب الإعلام الإيراني منذ بداية حرب اليمن إلى الآن ما في هذه الحملات والشتائم من فج وغميق نحن نطلع علما أنه مجموع العائلات اللبنانية من كل الطواقف موزع عند أبناء وحتى عائلات بكاميلة موجودة بالخليج هي اللي عمت عينك بمصيبتك الموجودة هون أنا بقول يا خي إذا عندك موقف سلبي طيب ما فيه سقف بهذا البلد ما الدستور اللي بنقول نحن بنحترم الدستور الدستور بيقول عدم تعريض علاقات لبنان الخارجي وتحديدا مع الدول الشقيقة والصديقة للخطر أنا بطلع على المنبر ببلش من الملك سلمان ونزول بنشر حريمون طيب وبعدين ناكل نحن نضرب بعدين لصالح مين هلا اللي أهمي سمعاني بقول هيدا عم يقبض من السفير السعودي أنا لا بعرف ولا أنا بكده اللي مش هنطلعه من المطرة ولا وضعك من الحضير ولا شوفه ولا قاعد معه بس أنت بأوقات بتوصل لمرخلي بدك تفكر وتولد قناعات هذه القناعات لازم لازم وقت اللي تفكر ما تفكر بالدائرة الضيقة المذهبية والحزبية بدك تفكر بالدائرة الوطنية هاي جزء من مشكلتهم مع جبران بسئيل سؤال ديهود على الهيمش تتحدث عن إذا كان هناك من لملمة للساحة السنية تكون عبر الرئيس سعد الحريري فأزن الرئيس ميقاطي لماذا كل هالمعارك يقوم بهاليوم؟ أنت لا رئيس ميقاطي لكن تبه يعني رئيس ميقاطي عم بيعمل معارك صندوقية ما حدا عملها أنت مش همتعد مع رئيس ميقاطي رئيس ميقاطي عم بيقول أنه أنا بهذا الزرف الحساس مؤتمن على هذا الموقع وصلاحيات هذا الموقع ميثاقي السنية وسأدافع عنه بشراسي مثل ما السناء الشيعي بدافع عن موقع رئاسة مجلس النواب بشراسي يتفضلوا المسيحيين يدافع عن موقع رئاسة جمهورية بشراسي وما يعطلوا جلسات انتخاب الرئيس ليش المشكلة بتكون عند انتخاب رئيس جمهورية ما بتكون عند انتخاب رئيس مجلس أو تكليف رئيس مجلس وصلاحي ليه حق الرئيس ميقاطي عم يدافع هو عم يقدم نموذج حقك أنه تشمط فيهم كمان وخاصة الموارنين يعني أنه مع العلم أنه أنت بتعرف أنه أنا بالموضوع المسيحي أربط استمرارية الكيان بالوجود المسيحي يعني بعرف هيدا العملية المفتاح ومش بس هاك بالدور المسيحي في الحكم في لبنان وأن يكون تحديدا رئيس الجمهورية هو رئيس مسيحي في لبنان لأنه هذا الكيان اللي كان سبب وجوده المسيحيين وقت اللي بينتفي دورهم انتفع انتفي شكله دورهم انتفع أسباب قيام هذا الكيان بنرجع على سوريا الكبرى وجزء لفلسطين ومتنمين وخلصنا وبنرجع لهذا النغم القديمي اللي نحنا لا بتشبهنا ولم نقدر نعيش فيه رئيس أول شيء آه بعد في سؤال أنه هل حزب الله سيشارك في أي اجتماع للحكومة إذا كانت تربوية أو غير تربوية جلسة التي يحضر لها الرئيس مراتي أو وعد ديار أنه خلص ما بقي شارك ما بعتقد ما وعد لا بيشارك لا لأنه هذا الموضوع انطرح باللقاء مرن الشلوحي وقالوا أنه مسألة القضايا الملحة لإلا علاقة بالناس بالصحة بالتربية بالتعليم هذه المسألة لن طبعا هو تيار يعني طرح مقاربته بالمراسيم الجوهر المراسيم الجوهر لأنه اللي عمله رئيس مراتي صار معروف كسر العرف الذي كان لو استمر مع هذه الحكومة أصبح عرفا يتقدم على القانون ليه كان أيام حكومة رئيس تمام اسلام أنه المرسوم بيوقعوا على كل الوزر داود الرئيس نبي بري هل يعني لديه القدرة اليوم على فتح جلسة تشريعية في ظل هذا الانقصام لكن هو يعني أنت بتعرف الرئيس بري من نهي وبالتالي ما عمل جلسات متتالية مفتوحة لانتخاب رئيس بس عمل جلسات يعني عمل جلسات وبالتالي متقطعة وبالتالي تحت عنوان المجلس سيد نفسه المجلس النيابي تحديداً بيضل الفراغ الرئاسي فيه يشرع وفيه يكون فيئة ناخفة وهذه كل الفتاوى هيا كل الفتاوى الدستورية هذي فتاوى وحسب معلوماته سيدعو إما في عشر شباط أو في خمسة عشر شباط لجلسة تشريعية للكابتال كونترول وفيها اقتراح التمديد لثلاثة من اني خبرنا؟ قائد الجيش اللواء إبراهيم لعماده اسمان لأنه القائد الجيش استباقياً إذا هو بيخلص ببيئة أول 2024 لأنه إذا ضل الفراغ وطول بعد عنده سنة اللواء اسمان بعد عنده سنة ما فيك تتركه والأمن الداخلي كمان والمدري العام للأمن العام ما فيك كمان تتركه بالتالي سيتم التمديد هناك اقتراح بس شميدي هون لللواء إبراهيم لثلاث قادة لحتى هذه المسألة يعني بعد عمقلك عمود العسكر والأمن إذا سأتلعود بسلام ترك أنا ويقمعش فينا حتى ببيوتنا أنا شفينا بفوتوا لانا عبيوتنا هلقد الوضع لأنه طبعاً طبعاً عما ترقب الجرائم صحيح يعني هو التفلط اللي عم بيكون مبارح تلاث جرائم قتل في المنازل شولوان بعدنا مين بده يحمينا هل بيطلعوا بيعملوا عراضات سياسية بكل صراحة دهود عنده إشكالية الرئيس بري بالتمديد لللواء إبراهيم ولا مرغم يعني ولا مرتاح على هذا لك في كتير الشاعات والشايعات والكل اللي بيعرف اللي بيعرف الخفايا والأسرار بيعرفوا أنه الرئيس بري قد يتكل على اللواء إبراهيم في كثير من الملف بحسم لك يا بيزم لك يا بيزم لك يا سؤال أخير دهود يعني إلى أين المرحلة المقبلة في الأسابيع يعني إلى مزيد من الكباش السياسي إلى المزيد من الخنق الاجتماعي والاقتصادي وإذا ما وقفون لهو عصابات المضاربة بالليرة بالليرة مش الصرفين ما عم بيحكي طلع مذكرة فيهم التطبيقات اللي على الواتساب وصرفين غير الشرعيين المسميين 14 واحدة شو بده؟ الصرفين الشرعيين وغير الشرعيين بيلعبوا لعبة السوق أما المضاربين العصابة المضاربين الأربعة عشر المعروفين بالأسماء لطلع فيهم استنابة قضائية إذا لم تتحول هذه الاستنابة إلى الأجهزة الأمنية لإلقاء القبض عليهم بده تضل هذه المصيبة اللي علاقة بالدولار ساعة بتوجد للخمسة وستين ساعة بيزل للخمسة وخمسين بده يضل لبنان لبناني رهينة هذه العصابة اللي عم بيدمر النقد الوطني وإمكانية الحفاظ على أبسط مقومات الاقتصاد اللبناني هذه العصابة وهذه العصابة مع لم نحن نعم نعم نتمثل بإيران وقت اللي بلش اللعب بالدولار بالإيران انت بتاعف انه تحلي قتل المشانق وعدامات كي اللي يزبق سؤال مسألتك بدي يعني جوابه باختصار دهود دخول قطر إلى كونسورتيوم التنقيب في لبلان عمل ثقة لماذا؟ عمل ثقة للمرحلة المقبلة وإذا لم وإذا ذهبنا إلى خيار رئيس تحدي وإلى إنتاج حكومة حكومة تشبه الحكومات الحالية من هلأ أقول لك الاستكشاف والحفر والاستخراس سيقتصر على البلوك رقم تسعة لماذا؟ بدأت قل لي لماذا؟ لأن لا لأن لإسرائيل حصة في البلوك رقم تسعة ومستعجلين على أعطاء إسرائيل حصتها مش اكرامة عيون لبنان هلأ اللي عم بصير هلأ هيك؟ هلأ شو قال مدير شركة توطال؟ نحصرها بالبلوك تسعة نحصرها بالبلوك تسعة طيب أنت يبدو الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي إنه نحصها إنه عجلونا لناخد حصتنا منا حصتنا من لبنان أما إذا كملنا بذات النهج بذات المنظومة وسياسات المنظومة العود بسليم تغاز ونفط على أمل أن يكون الغاز والنفط وكل سروات لبنان هي عامل للنهوض وإعادة أموال المدعين والنمو في هذا البلد الذي يرزح شعبه تحت وابل من الأزمات الاقتصادية والمعيشية والصحية شكرا داود رمال على هذه الإضاءة على كافة هذه المواضيع وشكرا للمشاهدين وللمستمعين عبر صوت لبنان إلى اللقاء في ماشات مقبلة